بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أي مسألة 47 لا زال كلامنا في كتاب الإجارة أحكام التلف قال حفظه الله إذا أجر الدار للسكنة مثلا واشترط على المستأجر استفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره من يعني إلى أن لا يؤجرها إلى غيره فأجرها هذه الإجارة كانت مقيدة غير مطلقة هو ما ملكه المنفعة على كل حال هو أجره لسكنه اللام هنا في للسكنة للتعليل يعني انحصرت المنفعة بسكنه هو بنفسه فأجره الدار لسكنه مثلا يعني لوجه من الوجوه بقيد من القيود واشترط على المستأجر إضافة إلى الجهة الانتفاعية المعلومة اللي هي السكنة مش مجالس العزاء ولا منام الضيفانه وغيرها لسكنه للسكنة جيد مش للمصنع والمخزن وغيرها هذه الجهة قيدت واشترط على المستأجر استفاء المنفعة المذكورة بنفسه فلا يسكن غيره واحد ولا يؤجرها لغيره اثنين ولا ولا إلى آخرين مقيدة من جهة ومشروطة من جهة أخرى واشترط أيضا نصا أو ارتكازا معلوما أنه لا يؤجرها لغيره هذه ثلاث شروط قيد وشرطين فخالف فخالف المستأجر وأجرها شو الحكم شو الحكم سيدنا أجرها خالف الشروط التي وضعت عليه فهل إجارته للآخر باطلة أو موقوفة على إذنك أيها المالك ثم من الذي يستفيد أجرة لو سكنها الثاني من الذي يستفيد المال المدفوع هل يستحقه المؤجر أو لا هذه الإجارة الثانية لمالك العين أصلا هذا احتمالان أو إن المالك مخير باعتبار تخلف شرط خالف الشرطة فيتخير المالك عندئذ اختلف الفقهاء فيما بينهم قال قوم من الفقهاء ببطلان الإجارة جميل قيل بطلت الإجارة قيل يعني من عندنا قال بعض ببطلان الإجارة وإنت صرت عارف إذا بطلت الإجارة يبطل لوازمها من الأجرة المسمات وغيرها وإذا قلنا بالصحة يعني بإبقاء الإجارة فإن كل اللوازم صحيحة وما ردها إلى المالك إلى المالك قال حفظه الله قيل بطلت الإجارة وهو قول لم يرتضه المصنف المات يحفظه الله قيل بطلت الإجارة جميل وإذا قلنا ببطلان الإجارة سيدنا شو الأثر العملي شو الأثر الفقهي قال إذا قلنا ببطلان الإجارة فإذا استوفى المستأجر الثاني المنفعة المستأجر الثاني يلي أجره للمستأجر الأول وفاستوفى المنفعة يعني سكن في الدار سكن في الدار أخذ منفعة كان ضامنا للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك لا للمالك كان ضامنا للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك لماذا؟ ليش مش للمالك لأن المدة التي أجره الأول فيها هي له هي مستوفات أصلا تلقائيا للمالك هذا تعدى بشرطه فأخذ منفعة يملكها صاحبها لكنه غير مأذون باستخدام العين وغير مأذون بتأجيرها لغيره فإذا بطلت الإجارة بلقاء المالك الأول فلا يستحق المالك الأول عند إذن أبطل الإجارة باطلة إذن لا يستحق المالك الأول سوى أجرة كانت على هذا الأول وما يأتي من بعدها على الثاني هي للأول هي للمستأجر الأول لا للمالك هذا إذا قلنا بالبطلان أما إذا قلنا بالصحة اللي هو اختيار المصنف حفظه الله لكن الأظهر صحة الإجارة جميل إذا أبقينا صحة الإجارة فمن مالك العين هو ومن المستحق للخيار عند التخل في شرط الأول هو فارتظى المصنف صحة الإجارة قال والأظهر صحة الإجارة لكن يتمتع المالك بثبوط الخيار لتخلف الشرط من قبل المستأجر الأول حيث تعدى على المتفق عليه فله الإبطال وله الإبقاء قال لكن الأظهر صحة الإجارة وثبوط الخيار للمالك في فسخ عقده المالك يتمكن من فسخ العقد هذا وعليه يطالب المستأجر الأول بأجرة الماثل وضحت؟ إذن الصحة عند المصنف متعينة بقوله الأظهر لا بطلان للإجارة لا بطلان لها بعدها الإجارة كانت للسكنة وبقيت للسكنة القيد ما تخلف مش صارت للمصنع أو للعمل لا لا الإجارة للسكنة بقيت للسكنة ملكها المستأجر الأول نعم ملك المنفعة تعدى بإسكان غيره فيها فالمالك له الخيار له الخيار هو هذا المورد أحسنت هو هذا المورد إذا قلنا ببطلان الإجارة فالمستأجر الثاني يضمن لمن؟ للمستأجر الأول ولا للمالك دخالته فيها وإذا قلنا بصحة الإجارة فالإجارة صحيحة وعليه يتمكن المالك من الإمضاء ومن الفسخ ليه؟ لتخلف الشرط قال لكن الأظهر صحة الإجارة وعليه إذا قلنا بالصحة يثبت الخيار للمالك فإذا تمكن المالك من الخيارين فيختار قال تمكن ثبات الخيار للمالك في فسخ عقده فسخ عقده الأول وعليه يطالب المستأجر الأول بأجرة المثل أي مثل؟ أجرة المستأجر الثاني الذي استغلها واستفاد منها تمكن من استفاء منفعة عينها لي العين لي وهذا غير مأذوم بهذا الاستئجار أنا لي عليه أن أطالبه بأجرة المثل طيب وين الأجرة المسمات سيدنا؟ قال مختار الفسخ مختار الفسخ واضح كيف صارت؟ إذن المالك مخير بين الإبقاء والبطلان فإن قلنا بالإبقاء فأجرة المسمات وإن قلنا بالإبقاء من الأول وعليه يتخير بالخيار الآخر شو هو في فسخ العقد؟ فإن فسخ العقد يعني تضى البطلان إبطال الإجارة فأجرة المثل مستوفات لمن ملك العين العين للمالك الأول فله مطالبة ليس الثاني فله مطالبة الأول بأجرة المثل ليس بالأجرة المسمات لأنه فسخ العقد وضحت على القواعد جميل قال حفظه الله إذا استأجر الدكان مثلا يعني استأجر دارا أو عقارا فانتهت مدة محددة فانتهت الإجارة هذا حكم واضح لكن ينص عليه ليبني على الشيء مقتضاه هذا النص يتفرع عنه فوائد حكمية فقهية شو هي؟ قال استأجر الدكان مثلا فانتهت المدة في بعض الأعراف تهاونا أو ارتكازا إذا انتهت المدة لا يخرج المستأجر من الدار أو من الدكان ويطالب بالخلو المسمى في بعض البلاد بالخلو شو هو الخلو؟ يقول صحيح انتهت المدة أنا أبقى وأدفع لك ما يتعارفه الناس وإذا أردت إخراجي بالمطلق أو تأجيرها لغيري فادفع لي مقابل الإخلاء المسمى بالخلو هو أشبه بالسرقفلية المتعارف في بعض البلاد الأخرى المصنف حفظه الله يضيء على هذه النقطة فيقول ليلتفت إخواننا المؤمنون فالمؤمنون عند شروطهم والدكان كانت أمانة في يدك أنت مالك للمنفعة ضامن للعين أمانة في يدك العين فإذا انتهت المدة يجب عليك تسليمها يجب عليك إخلاؤها ويجب عليك تسليمها سالمة مضمونة عليك أليس كذلك؟ وعليه ليس لك أن تطالبه بأي بند لم يتفق عليه وليس لك أن تشرط أن تشرط على مالك العين أن يدفع لك لقاء الإخلاء المسمى بالخلو بعد أزيد والعنط الله على يزيد وليس لك أيها المستأجر إذا انتهت مدتك ليس لك أن تؤجرها أو تتواطأ مع آخر لأن تؤجره إياها بخلو ليس لك في الأمر شيء انتهت الإجارة سلمها سالمة فإنها بضمانك وأمانتك وما يتفرع عليه من هذه الأمور من السرقفلية والخلو وكذا لها أحكام ربطها المصنف هنا بقوله حفظه الله إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت وجب عليه يعني على المستأجر إرجاعه يعني إرجاع الدكان إرجاع الدار إرجاع السيارة إرجاع البستان يجب عليه إرجاعه إلى المالك كإرجاع المؤتمن للأمانة وجب عليه إرجاع الأمانة إلى مالكها ولم يجوز له البقاء تكليفا يعني حرام شرعا أن تبقى لحظة بعد مدة الإجارة بلا رضاه ولا يجوز لك تكليفا فيبطل ما يترتب على هذه الحرمة أيضا من الصلاة فيها وأنت مأثوم بالبقاء فيها وله عليك ضمانات تتبع بعضها بعضا لأنك تتصرف في مال الغير بلا رضاه قال ولم يجوز له البقاء يعني تكليفا يحرم عليك إبقاء متاعك في الدكان أو بقاءك فيها من دون رضاه لم يجوز له البقاء فيه يعني في الدكان من دون رضاه انتهى فرع أول فرع ثاني كما لا يجوز له إيجاره من ثالث يعني لثالث إلا بإذنه أبد انتهت مدتك فلا سلطان لك على العين كان سلطانك على المنفعة وانتهت فالتصرف في منفعة دار غيرك حرام بلا إذنه ورضاه وبقاءك في عين يملكها سواك حرام ويترتب على كل هذه الحرمة مفاعيل من الإثم وبطلان الصلاة وغيرها قال كما لا يجوز له أن يبقى في العين لا يجوز له أن يؤجرها من ثالث يعني لثالث إلا بإذنه انتهى انتهى قال لا لو فعل لو فعل أنت قل لو فعل شو صار فضولي هو بسأله أخرى جيد بس إذا كنت تعلم عدم رضاه فلا يجوز لك مأثوم جميل قال وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا هذا الفرع الثالث وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَخْذُ مَالٍ مِنْ ثَالِثٍ إِذَاءً يعني لقاء يعني لأجل يعني مقابل تخليته يعني أن يطالب الثالث اللي بد يجي استأجرها أنا كنت بسأجر الدار وانتهت السنة وأحمد يريد أن يستأجرها وأنا أعلم وأنا أعلم ومالك الدار منتظر لانتهاء مدتي كي يؤجره إياها لا يجوز لي أن أطلب من الثالث أو من المالك أو من المالك لا يجوز لي أن أطالب بثمن الخلو أقول أنا لا أخرج إلا أن تنفعوا لي تعويضا هذا متعارف في بعض البلاد يسمى بالتعويض طارة وبالصرقفلية طارة أخرى صرقفلية كلمة أظنها أظنها فارسية بالأصل صرقفلي يعني استخدام استخدام الإقفال يعني أن يكون الإقفال هلك بيدك قال كما لا يجوز أيضا أخذ المال أخذ مال من ثالث إزاء تخليته المسمى في عرفنا بالصرقفلية بعد إلا إذا كان شرط إلا إذا كان له شرط على المالك كما سيأتي خب نحن قلنا قلنا إلا أن يكون هناك شرط بند متفق عليه يعني كان عند الإيجار قال له أستأجر الدار لسنة وإذا أردت إخراجي عند السنة فتدفع لي من التعويض كيت وكيت قال قبل أمتهى المؤمنون عند شروطهم كما سيأتي نعم حبيبا نفس الشيء إذا كان العرف بقوة الارتكاز والوضوح نعم إلا أن يشرط عدمه ساعته ساعته إلا أن يشرط عدمه يعني لو كان في بعض البلاد معروف بقوة الوضوح واضح هكذا يعني بصير بقوة الشرط الضمني أن كل مستأجرين يعلم بأن معاملة الإيجار يدفعها المستأجر قبل داعي لشرطها المعامل الرسمي مثلا وإذا كان من المتعارف أن يدهن ويصبغ المستأجر البيت عند إخلائه كمان لازم إذا كان يعلمان يعني وهذا العرف واضح أو كان من هذا العرف مثلا وهذا المعنى أنه يدفع له تعويض سنة عن كل شهر عشر بالمئة مثلا فتحسب المدة اللي هي سنة مثلا تحسب المدة مثلا عشر بالمئة من الإيجار الذي كان كان مئة دينار فله عشر عن كل شهر فيعوض إذا كان هكذا المرتكز بقوة الوضوح بمستوى الشرط الضمني نعم لا بأس وإلا فلا يقول وضحت سيدنا وضحت عليه إذا اتضحت هذه كلها فيتفرع على شيء مقتضاه ما هو مقتضاه سيدنا قال يقتضي هذا إذا مات المستأشر والحال هذه يعني على هذه الحال لم يجز لوارثه يعني والحال هذه أنه أخذ الدار أبوه واستأجره أبوه ولم يشرط على المالك ولم يكن هناك اتفاق فمات الوالد الذي استأجر كان قد استأجر قال وكان أبوه قد اشترط على أو أراد أن يطالب بالتعويض قال لم يجز لوارثه أخذ السرقفلية من المستأجر الجديد أبد يقول انتهى نعم إذا تبرع المستأجر كما قد يحصل هذا إذا تبرع المستأجر بدفع مبلغ إلى الوارث مو الوارث يرث أباه حتى في المنافع كما تقدم ببعض التفصيل فيأتي مستأجر ثالث يعني شخص ثالث ويتبرع للوارث لقاء إخراج بضاعة أو متاع والده مثلا أو إلى آخر يتبرع له مش بشرطية الوارث والمستأجر لا لا تبرع له قال هاك هذا المبلغ ويخلى الدار جاز له أخذه جاز له أخذه سيدنا سيدنا انت دقيق في عبارتك يعني قلت لم يجز من المستأجر الأول مطالب بسرقفلية صح قال نعم صحيح ولا يجوز له مطالبة بتعويض لا من المستأجر الجديد ولا من المالك الأصلي صحيح قال صحيح لما أجزت أخذه تبرعا قال أجزت أخذه تبرعا للوارث لقاء استغلال أو استئجار أبيه لهذه الدار على أن يخلى شيك هذا التبرع ليس للمستأجر شرعا إنما هو إنما هو تبرع للوارث لم يملكه أبوه يعني بعبارة أوضح لم يدخل في ملك أبيه مش أبوه مات بعد موته تلحقه بعض المنافع أيضا فهي له وتكون في تركته مثاله 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 الفقه إذا قتل إنسان ودفعت الدية متى تستحق الدية؟ أصدقى متى تستحق؟ بعد الموت فكيف يملك ميت الدية كيف تقسم؟ قال من تركة الميت الدية تعطعطى من تركة الميت يعني تلحق بالميت وأمواله ثم تقسم أقول كيف يملك الأموات؟ قال لا يملك الأموات هذا اسمه ملك حكمي ملك حكمي جميل؟ إلنا دخلي فيها إن شاء الله هونيك هذه بتكون الدية على آخر لحظة أزهقت فيها روحه فدخلت في أملاكه على كل يقول والدية تقسم على الفرائض الشرعية كغيرها من المتركات وتنفذ وصاياه ضمن الشريعة منها ومن سواها فهي من ملكه هنا ليست من ملكي هذه التعويضات لأنها ليست تعويض لو كانت تعويضة نهاية الخدمة فترد واحد أبوه طبعا ما أنا دخلي هون الكلام اللي عم بذكره ما له دخلي في هذا التفصيل بس تفصيل يضيء على ما نحن فيه نفرض شخص كان موظف وفي وظيفته تعويض لسن الخدمة إما لسن الخدمة أو لسنه الواصل إليه ومات الموظف قبل التعويض فاستحقه في حين ما هذا التعويض لمن للوارد لزوجته لولده قال هذا له هذا له هو بدل أتعابه فيحسب أتعابه هذه تحسب أتعابه هذه كأمواله الأخرى هذا ملكه أليس كذلك يقول أما لو كان أبوه مستأجرا ليش مثل عبيك ولا عبيك ولا عبيك مثل العواحة كان أبوه كان أبوه مستأجرا ومات والاستخدام ما زال قائما يعطى وارثه مقدارا من المال لأجل الإخلاء ومش بإشتراط هذا تبرع جميل يأخذه زيد اللي هو ابن أبو زيد يأخذه يقول هذا المال الذي أخذه زيد ليس لوالده حتى يقصمك الترك ولا تنفذ منه وصاياه هذا ملك لهذا الولد لهذا الحي يعني أنت أكرمت لقاء اسم أبيك لقاء اسم أبيك ثم ماذا ملكك أفاد حفظه الله بهذا المعنى ليقول نعم إذا تبرع المستأجر بدفع مبلغ إلى الوارث المستأجر آية مستأجر مستأجر الجديد بدفع مبلغ إلى الوارث جاز له أخذه طيب أخذه أخذه كما يعطى مالا هدية والسلام ولم يجب عليه إخراج الثلث للميت منه إذا كان قد أوصى بإخراج ثلثه تعرفوا ما يعني هذا الميت إذا أوصى إذا أوصى قبل موته إذا أوصى كان أوصى بإخراج مقدار من ماله لزيد أو وقفا أو تبرعا أو أو ولم يرضى الورثة إذا رضي الورثة خب يخرج من ماله إذا لم يرضى الورثة من أين يخرج من ثلث المال فإن الميت له سلطان بعد موته على ثلث ماله تنفذ منه وصاياه غير اللازمة شرعا يعني غير الديون الديون تعرفوا أنت الديون قسمان دين بشري ودين إلهي بسمى بالحقوق الشرعية كلاهما دين هذان الدينان يخرجان من أصل التركة عندما يموت يأخذ هذا الدين على حدة ويقال ترك ما بقي لأن هذا ليس ملكا لأبيكم حتى تقولوا ترك لنا هذا نصه تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين فتخرج ديونه من الأخماس والزكاوات والديون البشرية التي هي للناس تخرج من أصل المال اللي كان مئة ألف فيقال ترك لنا أبونا تسعين مش مئة هذه العشرة ديون خلصنا منها في عنا ديون أخرى غير مالية بامتياز تشبه المالية بس غير مالية يعني هي عبادات بدنية يدفع لقاءها مال كالصلوات والصيام وغيرها لها حكمها أما ما يخرج أصلا من صلب المال هي هذه الديون المالية بامتياز شو يعني مالية بامتيازين هي أموال كالديون الخمسية والزكاوية وديون البشرية في عنا شيء آخر غير هذه الديون وغير العبادات التي يدفع بإزائها مال غيرها في عنا وصايا شخصية ليست ديونا هو جعلها من إرادته وعلى عاطقه قال إذا ما ميت فادفعوا عشرة آلاف دينار للسادة الهاشميين هنا فتنحصر بك ادفعوا أو هذه الدار أعطوها ولم يرضى الورثة هل تبطل وصيته تنفذ وصيته شرع شبؤل تقول الشريعة تقيم هذه الموصى بها هالدار هالغرفة هالعقار هالأرض كذا تقيم فيلحظ كم قيمتها وتقاس قيمتها على التاريك فإذا كانت تعادل ثلثا نفذت الوصية وليس للوراث الاعتراض أوصى لك بـ 33 ألف دينار من أصل مئة وصيته نافذة لا أوصى وحسبناها طلعت 75 ألف لا تنفذ في الثلث فقط جميل يقول مصنف حفظه الله هذا الذي أخذه الوارث ملك للحي ليس ملكا للميت فلا تنفذ منه وصاياه ولا يقيم المال على أساسه لم يرخل في ملكه أصلا هذا الصرقفلية أو التعويض عفوا هذا التعويض قال ولم يجب عليه إخراج الثلث للميت منه إذا كان قد أوصى بإخراج ثلثه إلا إذا كان التبرع مشروطا بإخراج الثلث لا يجي واحد لعندك ويقول لك يرحم الله أباك كان بيني وبينه مودة وأنا أريد أن أكرمك لأنك ولده نح هكذا وأنا لا الهاشميين يجي أكرمهم لقاء أبيهم صلى الله عليه وآله يقول هذا لك جميل يقول يا بني بس هذا لك بشرط أن تبر أباك في تقسيم تركته وتجعل ما أوصى به من الثلث من هذا خب هذه هبة مشروطة صارت صارت هبة مشروطة فعلى الحالين هي هبة لك أيها الحي ولم تدخل في ملك أبيك إن شاء الله تضحي المسألة قال حفظه الله إذا أخذ إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر واشترط له على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدد الإيجارة سنويا للمستأجر أو لمن يعينه مباشرة أو مع الواسطة جاهزا للمستأجر حينئذ أن يأخذ الصرقفلية أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه للغير مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أقل أو أكثر شو يدي المسألة يقول لما اتفقنا أنا المالك لا أنت المالك وأنا مستأجر جيد استأجرنا الدارة لمدة سنة لقاءا شهريا أو لقاءا سنويا هل أد مش وصار في عنا كلام أن يا فلان وأعطيك زيادة على الإيجار مبلغ كيت وكيت هذا لك أيها المالك هذا لك مقابل شو مقابل شرط حطيته شو هو أن الخيار في التجديد بعد السنة لي وليس لك أن تجدد لآخر إلا برضاي لمدة عشرين سنة هكذا أنا أجدد تلقائيا أنا المستأجر بعبارة أوضاح أنت كأنك أوكلتني في تجديد عقل الإيجارة بيني وبينك تمام صار الحق لي والحق في الاستخدام بالمنفعة الزائدة لي ليس كذلك هذا الحق هل يجوز لي أن أخذ صار قفلية على إسقاطه نعم وضحت كيف الآن بعد مرور سنة أو سنتين جدد أنت سني لنفسك أو سنتين جدد لنفسك جاءك المالك أو جاءك المستأجر الثالث وقال إلى متى أن تفعل حقك وخيارك قلت إلى سبعة عشر عاما بعد أني سبعة عشر سنة قال هاك هذا المبلغ خلو يعادل ثلث قيمة البيت ثلثي قيمة البيت يعادل كيت وكيت مبلغ على أن تسقط خيارك أن تسقط حقق يعني هذا خلو هذا خلو عمليا هذا اندفع المبلغ مقابل الإخلاء جميل هل يجوز لك أن تأخذه نعم وضحت المسألة تماما جميل قال حفظه الله إذا أخذ المالك مبلغا من المال من المستأجر يعني سلفا عند الإجارة كان الاتفاق هكذا إنه مبلغ ما تعطيهني إياه المستأجر يدفع للمالك لقاء أن يجدد لنفسه يعني حقه في استخدام المنفعة إلى مستجدات العقود واشترط له على نفسه يعني أخذ مبلغ من المال الأجار مثلا بألف قال له إيه بألف لكن ليه تجديد قال نعم أو ألف قال لا أدفع لك ألف وخمسمائة بس أنا أجدد له نفسي وليس لك خيار في أن تصريفني وتستبدل بي غيري قال قبلت جيد في عقد الإجارة تم هذا الشرط أو في عقد لازم آخر صح اتفقنا على خمسمائة دينار اتفقنا على خمسمائة دينار لمدة سنة بس بعد السنة شو بصير يجب عليك الإخراج يجب عليك الخروج وتعود العين إلي بس بقلب مدة الإجار امنا اشترينا من بعضنا تليفون جهاز نعم أجرينا عقدا لازما بمائة دينار واشترط في عقد البيع هذا أن عقد الإجارة الذي بيني وبينك لي حق تجديده إلى 17 عاما هذا الشرط لش تذكر المصنف حفظه الله هون لأنه يا أحبة الشرط صنفان شرط ابتدائي وشرط ضمني الشرط الابتدائي يستحب الوفاء به يستحب الوفاء به ولا يجوز تفعيله إذا كان سلفا يكذب مثل الوعد مثل الوعد مثلا مثلا أنا أعيدك أن نلتقي غدا الساعة العاشرة هل يجب علي الالتزام قال هذا من شعارات المؤمنين نعم طبعا إذا بي أياه ما من شعارات المؤمنين الخلف يعني شعارات عدة من المؤمنين الخلف طبعا ويعبد الله عز وجل بالالتزام بالعهود والالتزام بالوعود وليس من شيء من المؤمنين ولا الأحرار الخلف بالوعد وعد الحر دين دين عليه في رقبته وعد فهذا شرط الابتدائي هذا شرط ابتدائي أشرط عليك تشرط علي أن إذا لم تأتي أن إذا أتيت أدفع لك غرامة هكذا هل يجب الوفاء بهذه الشروط؟ كلا نعم الالتزام حسن يستحب الالتزام بكل وعد وعده يستحب الالتزام بكل شرط شرطه أنت عند وعودك عند قيمتك وحرية وعدك ويعبد الله عز وجل بالوفاء للآخرين استحب كثيرا رائعة مجيدة من تعاليمهم عليهم الصلاة والسلام بل يتأذى الإمام عليه الصلاة والسلام عند الخلف بين المؤمنين وإذا كان من قصده أولا أن يكذب عليه في وعده وعهده حرم لجهة أخرى حرم لجهة الكذب إذن هذا اسمه شرط ابتدائي هذا شرط ابتدائي أما الشرط اللازم فهو أن يكون شرط داخل عقد لازم كعقد النكاح كعقد الإيجار أو إيجارة كعقد البيع هذه العقود تلزم وتلزم جميع الشروط التي في ضمنها مثاله الآن أقول مثلا أنت الآن مزوج بنتك لفلان وأجريت أنا وإياك عقد ليس لي في الأمر شيء ليس لي في الزواج شيء الآن أنا أشرب أبيعك داري أبيعك عقاري تممنا عقد البيع وشرط في عقد البيع زوجتك وتممنا عقد البيع وشرط عليك من قبل في عقد البيع أن أكون وكيلا عنك في طلاق زوجتك يلزم عقد البيع وتلزم شرائطه نعم تلزم إذن أجرينا عقدا بشرط لازم لا يعود هذا الشرط في تفعيله إلى العقد البيعي هذا بل إلى عقد آخر يلزم وينفذ مثال آخر زوجتك قبلت فتزوجت أنت تزوجت بعقد النكاح شرط تفعيل وكالة في البيع أو في الإجارة يلزم قال بلى أنت عندما تتزوج من ابنتي فلان فيجرى العقد هكذا فيقول أو تتقول هي زوجتك نفسي كذا بشرط أن يكون أبي وكيلا عنك إما في طلاقي أو وكيلا عنك في بيع دارك أو وكيلا عنك تلزم هذه الشرط هذه اسمها شرط ضمنية في عقود لازمة الوكالة يا أحبة من العقود الجائزة الوكالة من العقود الجائزة تفسخ من أي منهما يعني تلغى من أي منهما جميل فإذا أراد أحد أن يوكل أحدا بوكالة لازمة كيف يفعل؟ يدخل الوكالة في عقد لازمة عقد لازمة ببيع الإيجار النكاح غيره إلى آخر يقول حفظه الله هذا من هذا إذا أجرتك داري بمبلغ كذا لمدة كذا وشرط عليك أو شرط لنفسك أن تعطيني مبلغ كذا أو الإيجار الكذائي في مقابل أن تجدد لنفسك أنا قلت لكم قبل قليل أوحيت إليكم بأنها بمستوى وقوة الوكيلي كأن المستأجر صار وكيلا عن المؤجر يعني عن صاحب الدار في التجديد في التجديد نعم هكذا وهذا لازم هذا الشرط لاش لازم؟ لأنه أوقعناه إبان عقد الإيجار أو لا نحن استأجرنا بعد شهرين ثلاثة أربعة أجرينا عقد نكاح ما أو أجرينا عقد بيع ما وشرطنا في ذلك العقد في تينك في ذلك العقد مثلا هذا الشرط في الإيجارة يلزم تم قال فهل يجوز للمستأجر الإخلاء بثمن عند إذن؟ قال بلى حتى لو كان صار قفلية قال نعم لماذا؟ لأن حقك شرعي وخيارك لك فلك أن لا تتنازل عن التجديدات التلقائية لك أن لا تتنازل ولك أن تتنازل ولك أن تتنازل بعوض فإن عوض لك بما يرضيك وتنازلت جاز لك أخذ هذا اللقاء هذا المقابل المالي اللي يسمى في عرف كثيرين بالخلو في بعض بلادنا يسمى ثمن لخلو الإخلاء يعني وفي بعض الأعراف صار قفلية وإلى آخر قال واشترط على نهو على نفسه في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدد الإجارة سنويا للمستأجر طبعا مش إلا وكالي ما صارت وكالي بس قلت كيف الوكالي تلزمه ويكون وكيلا عنه هذا بمستواها هكذا قلت بس هو شو قال له قال على أن تجدد لي سنويا للمالك قال على أن تجدد لي سنويا قال المالك قبلته صار مالزومة بالتجديد السنوي جيد جميل أن يجدد الإجار سنويا للمستأجر أو لمن يعينه يقول أنا أعطيك هذا المبلغ على أن تؤجر دارك من بعد السنة لي لولدي أو لعمي أو لمن أعينه لك في كل سنة أنا أعين المستأجر مباشرة أو مع الواسطة يعني عندما أستشير عندما يستشار عندما يعرض علي إلى آخره إما مباشرة أو بواسطة فلا مانع جاز للمستأجر حينئذ أن يأخذ الصرقفلية أي يأخذ إزاء تنازل شوف شك كيف شرحها المصنف هي الصرقفلية أي يأخذ يعني أن يأخذ إزاء تنازله يعني مقابل تنازله عن حقه للغير يعني للآخر مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقل وإحنا كنا دفعين لقاء هذا الشرط خمسمائة دينار الآن أنا أريد أن أخذ ثلاثمية وكفى الله المؤمنين قال يجوز طيب سبعمية وأحب الله المحسنين أيضا جائز طيب قدرا بقدر إن الله يحب المقسطين العادلين يعني وجائز قال وكذا الحال لو اشترط المالك للمستأجر على نفسه بالفوق كان المستأجر أخذ شرطا على المالك تحت المالك أعطى شرطا على نفسه لمصلحة المستأجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة هذا التعيين بواسطة يعني أن أقول أنا أعين المستشار مرة أنا أعين لمن تؤجر ومرة أعين لمن يعينه السيد جيد بالواسطة يقول جعل المالك على نفسه لمصلحة المستأجر شو جعله لمصلحته جعل له أن يا أيها المستأجر آجرتك داري بألف لمدة سنة وهذا الألف يتضمن لقاء أن لك التجديد أو التعيين للمستأجر الذي تعينه أو لل الذي يعينه مستشارك مثلا ولك تسمية المستشار أنت ما شرطت علي هذا أنا شرطت على نفسي لمصلحتك قالنا أيضا نفس الشيء أو بواسطة حق حق إشغال بواسطة عفوا أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل هذا حق اسم يكون يعني أن يكون له حق إشغال المحل أو لاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة أيضا جائز وعليه وعليه لاحظوا يبنى على الشيء مقتضاه شو بصير طبعا هل تفتتول فيها شيء إشكالية هذه عفوا هذا الفرع الثاني شو فرع فيش فرع عن الإيجار هو بالإيجار بس مرة المستأجر يشرط مرة المالك يشرط على نفسه له يقول أنا آخذ منك مبلغا لقاء أن يكون لك التعيين ولك التجديد ولك التسمية ولك كذا مش المستأجر الذي شرط يقول هذا لازم ولذا قال شرط على نفسه أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسط حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا كذا وإذا مات المستأجر والحال هذه كان حقه في أخذ السرقفلية موروثا لوارثه ليه إن صار له هذا ملك له هذا ملك له قد استوفاه قد استحقه ووجب إخراج ثلوثه إذا كان قد أوصى به يعني أوصى به أن يخرج هذا للأوقاف أو للتبرع تنفذ وصيته قال بلى تنفذ وصيته ولا يعترض الوراث لماذا يا أحبة لأنه أوصى بملكه وهو ثلث بعد كما أن حقه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته وربما زادت قيمته وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه ليه يقول هذا ملكه هذا ملكه يجري عليه أحكام الملك وإذا مات ورثه الآخرون وإذا أوصى نفذت وصيته فيه بل يقول هذا المبلغ الذي كان دفعه هو شرط له أو شرط عليه قل ما تشاء شرط له شرط عليه هذا المبلغ الذي دفعه هذا دفع من ماله يقول هذا الحق الذي كان قد اشتراه اللي هو حق التأجير حق التعديل حق التجديد جميل هذا دفع مقابله مالا يقول هذا الحق ملكه أليس كذلك طيب هذا الملك الذي دفع في مقابله مال هذا المال من أرباح السنة قد اشتراه من أرباح السنة يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة لأن هذا الحق يساوي كذا أليس كذلك؟ هذا الحق الذي جعله لمصلحته يعدل ألف دينار يعني لو أردنا أن يأخذ خلو يمكن أن يأخذ ألف دينار بأنش اشتراه يا أحبة هذا الحق بك ما اشتراه اشتراه بمئتين فرضا هذه المئتين من أرباح السنة والله مخمسي من عام الأول قال لا مش مخمسي من عام الأول من أرباح هذه السنة جيد من أرباح هذه السنة صرفتها إذا صرفتها قبل مرور عام فلا شيء عليه ماشي؟ لا أنا ما صرفتها أنا اشتريت بها اشتريت بها هي انصرفت بس مقابلها ما زال لهو حق الخلو جيد؟ حق الخلو والمئتين صار بأسوأ ألف دينار لهو حق الخلو أنا اشتريت بمئتين بس صار يساوي ألفا أنا أخمس هذا الألف قال نعم هذا دخل في ملكك طيب دخل في ملكي بكم أخمسه أخمسه على قيمته الآن؟ ولا أخمسه على قيمة الشراء؟ بأي القيمة؟ ولا لا هذا من أمثال الأموال التجارية التي يلحظ فيها ارتفاع النسبة وعلو النسبة يعني أنتم تعرفوا الفوارق التاجر اللي عنده بضاعة في الدكان هذا كيف يحسبوا الأخماس؟ هذه كل بضاعاته اقتناها للتجارة ما اقتناها للاقتناء وبيختلف الحكم مرة أنت اشتريت دار للاقتناء اشتريت سيارة للقنية للاقتناء لك لنفسك ارتفعت قيمتها ارتفعت قيمة بعض 6 شهر اشتريتها أنت بألف صارت بـ 5000 دينار هذه الأربعة الاف بدك تخمسها؟ لا لأنه لو أردت بيعها الآن لكنت أنت تعد بنظر العرف رابحاً لأربعة آلاف وانت بتعرف أنه الأخماس في الأرباح أليس كذلك؟ أرباح المكاسب الآن هذه النسبة عليها خمس أو لا؟ قال الفقهاء فارقها هذا إن اشتريتها للتجارة لاحظت ارتفاع النسبة فأنت مستفيد بلحاظ العرف مش هيكي بيشتريوا العرف بالأسهم طلوع ونزول وإذا اشتريتها للإقتناء هذا الفارق النسبي الذي ربحته لا يعد ربحاً لك لماذا؟ لأن السيارة زادت قيمتها وأنا ما زلت أركبها وأستفيد منها سواء كانت بالألف كما كانت أو صارت بالستة ألاف خدماتي فيها خدماتي فيها على الحالين ارتفعت القيمة أو نقصت القيمة لا يفرق عندي لأنها للإقتناء نعم نعم إذا بعتها والحال هذه جرى عليها حكم بس إذا كنت تاجراً بالبضاعة في المحل أو بالسيارات في المعرض أو 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 الشرع بلزمك رعاية ولحاض ارتفاع النسب ترى جيد؟ هذا فرق في تخميس مال التجارة عن مال الاقتناء في الأرباح كلا الأمرين ربح والأرباح في المكاسب فيها خمس بس دائق أكثر هذه في مورد الاقتناء حتى تبيع يجري فيها الحكم هذه إذا ارتفعت يجري فيها الحكم تفقنا؟ قال حفظه الله كما أن حقه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته هي الأرباح السنوية هذه اللي هو بشو بشو بخمسها يعني تلقائيا بعد بشو بخمسها من أرباح السنين يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته بقيمته طبعا طبعا هذا ربح كان اشتريناه احنا بهذا الحق اشتريناه بمئتان اليوم صار بان يدفعوا لي خمس تلاف لحتى لي اترك هذا ربح إذا أردت ابقاءه فلا أخمس مثلا إذا أردت تفعيلهم بلا أخمس لا إذا بدكت خمسه لا لأن قيمته صارتها الآن في نهاية السنة قال بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه بلا فرق بلا فرق إذا شو قصد المصنف حفظه الله قصده دخل هذا الحق في أملاكك من كل جهة بقيت على قيد الحياة نفذه خمسه اجري عليه ما يتطلبه الشرع منك مت بعد ما بتعيش عمر نوح إن شاء الله إذا أدي فإذا مات ورث ورث وجرات وصيته فيه وطبق عليه أحكوها كذا مسألة كم ساعة مسألة يجوز للمستأجري مع عدم اشتراط المباشرة أو ما بمعناها شو هو ما بمعنى المباشرة الاستفادة بواسطة نفسه استفادة بواسطة يعني الاستفادة شورطت مرة استفادة مباشرة مرة استفادة بواسطة يجوز للمستأجر أنت استأجرت مني الدار لمدة سنة بألف دينار يجوز للمستأجري مع عدم اشتراط المباشرة أو ما بمعناها ما بمعنى المباشرة يعني لك لعيالك سكنة غيره يعني لم تقيد لم تقيد أنت لم يشترط عليك يا أخي أنت المستأجر هكذا فأنت لما استأجرت العين بإيجارة مطلقة مطلقة من غير قيد شو بصورت تعرف أنت شو بيلزم لوازم هذا شو هو أنك ملكت المنفعة وإذا ملكت المنفعة جاز لك استخدامها بالاستخدامات كافة سكنة إيجار تبرع إسكان غير إسكان وإيجارها للغير أيضا صحيح أنت ملكت المنفعة قال يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة بالسكنة أنا أجرتها لك أن لو أردت أن أجرها لأرحامك لاختلفت الحال أنا أجرتها لك لأنك تهوى هذا المكان لو أردت إيجارها لأبيك اختلفت الحال لا لا أنا مشترط عليك أنت أن تسكنها جيد أو لا ما يعادل هذا الشرط من الإسكان لك أو لأرحامك أو لأرحامك حصرا أو للمتدينات أو المتدينين أو وما بمعناها إذا لم يشترط عليه هذا جاز يجوز أن يؤجر العين أن يؤجر مصدر مؤوله جي فاعل هذا مصدر لأنه من أن يؤجر مؤوله يعني تأويله فاعل يجوز إذن يجوز أن يؤجر العين يعني يجوز تأجير العين المستأجرة بأقل قيمة بأقل قيمة جيد مما استأجرها به وبالمساوي شوفوا هالمسألة هذه أحبة شو هي سؤال على البال أنا استأجرتك لقضاء عبادات والدتي يرحمه الله قلت لك هذا مبلغ لقاء سنة عبادية أنا ما اشترطت عليك مرة أنا بدي إياك أنت بالخصوص تصليها الخصوصية لا إلك هذه خلاص لازم خرجت عن موردنا نحن موردنا شو استؤجر بغير شرط جميل لا أنا استأجرتك لإفراغ ذمتها يرحمه الله وما إلي خصوصية بالخصوص أن تأتيها أنت أنت هل يجوز لك تأجيرها عفوا إعطاء هذا المبلغ لقاء السنة الإيجارية العبادية لأخيك هل يجوز لك أن تأجره إياها قال نعم أصلا لم أشترك عليك بس قدامك خيار من اثنين إما تأجر إياها قدرا بقدر أنا أعطي ذلك 350 دينار بعطي 350 دينار كويتي أو أقل عفوا أكثر أكثر تعطي أكثر تشتبهش بالعبارة العبارة جاء عم تحكي عن الأعيان هلأ أنا عم سوي على العبارة لا تشتبهوا فيها فك تعطيها بأقل فك تعطيها بأقل يعني أنت تتخطى مني 350 دينار فك تعطيها ب300 دينار وتربح أنت 50 فك تعطيها ب100 أنت تربح 250 هل يجوز لك؟ قال نعم إذا أحدث فيها حدثا ركزي أحمد إذا أحدث فيها حدثا يعني صلى له شيء شهر من السنة ما عادت السنة كما كانت صلى له شيء يومين من هالسنة صلى يوما من السنة أنا أعطيه 365 يوم صار 365 ماشي؟ بيعطيك السنة هو بيعطيك السنة مش بدي يعطيك 365 أو 63 يوم لا لا تنقص هذا النهار فيك تعطيه السنة الأحمر بـ 100 دينار بـ 50 دينار هل يجوز؟ قال نعم إذا أحدثت فيها إذا تصرفت فيها أما إذا لم تتصرف فلا يجوز إلا بالمساوي أو بالأكثر بالأكثر أما بالأقل ليبقى الزائد لك لا يجوز لك تفقنا؟ وضحت هذه المسألة هذا بسمه إذا استأجره على عمل إذا استأجره على عمل لأن استأجرتك على عمل عبادي جيد هل حط في البال؟ لا أنا ما استأجرتك على عمل أنا أجرتك عينا يقول ما هي العين؟ سفينة حانوت دار ليش عم أتعدد لنا إيهن؟ قال هذا بالأصل ويقاس عليه غيره من الأعيان بصور حكم واحد لأن المصنف رح يذكرها دار وسفينة وحانوت ويلحق بها غيرها من الأعيان كالبستان والعقار وإلى آخرين واضح؟ الآن المثل اللي اعطيتك يا يا أخي شو هو؟ استئجار على أعمال ومنافع استئجار على أعمال إذا أجرتك عينا وما اشترطت عليك أجرتك الدار بألف دينار نحي؟ فيك تأجرها لغيري؟ قال نعم لأنه ما اشترطت عليك أن تسكنها بنفسك طيب قداش فيك أنت تأجرها؟ بنفس المقدار لأني أجرتك يا نعم نعم طيب بأكثر منه بأقل منه عفوا بأقل نعم وظلك أنت تدفع للمقدار وانت عم تأخذ منه الآن إن شاء الله بكبرع له ذلك إليك حر بأكثر؟ قال لا قال لا واضح؟ قال طبعا لا إلا إذا أحدثت فيها إذا أحدثت فيها مثل ما حد ذكرت لكم هونيك بالعمل أحدث هنا أحدثت أنت أحضرتك أنا عين شوك تحدث بالعين؟ قال لا أنت دهنتها أنت بلتها أنت صونتها أنت دفعت غراماتها أنت دفعت تأمينها أنت إلى آخره ممكن ممكن إنه أنا أنت أخذت مثلا مني بلا أثاث فأنت أثثت أجعي لا بأس لا بأس أي إحداث زائد أي بجوز مقابله أما بدون إحداث لا إما بالمساوي أو بالأقل وإذا قال حفظه الله يجوز للمستأجر حطوا حد منه للمستأجر هذا سهمين يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط سهمين أنه رجزوا أنتوا للتركيز مرة بيكون الأجير ومرة بيكون مستأجر إذا كان مستأجر يعني عين إذا كان على عمل اسمه أجير نفس الحكم بس فصلوا بيني هون يجوز للمستأجر يعني مستأجر العين مرتين أنت شو بتكون أجير على عبادة أو تعليم يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجر بأقل قيمة أقل في أجر كياها بتسعمية هو عم يدفع لألف في أجر كياها بتسعمية بأقل مما استأجر أو بالمساوي وبالمساوي ألف بألف طيب هل يجوز لك بالأكثر يعني هو بسرعة مستفيد هو عم يدفع لألف بس أجر كياها بألف ومتين هل يجوز هل يجوز قال لا إلا أن يحدث يعني وكذا بالأكثر يجوز إذا أحدث يعني قل وإذا لم يحدث لا يجوز وكذا بالأكثر منه بالأكثر منه يعني بالأكثر من المتفق عليه إذا أحدث فيه حدثا أو غرما فيه غرامة ولو لحفظها وصيانتها وإلا لم يجوز له ذلك ما بجز لك تأجر الدار بأكثر مما استأجرت مني إما بقدرها أو بأقل منها بالأكثر بدك تكون أنت محدث شيء في الدار مزيد لشيء فيها قال هذا في الدار والسفينة والحانوت ليش سيدنا قال اترك مورد النصوص هذا هذا يقينا هكذا فإذا كانت العين المستأجرة غير دار والسفينة والحانوت دكان يعني نعم نعم كانت لا يا أخي مصنع كانت مخبز كانت عقار كانت بستان كانت كانت أسيارة أعيان قال وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى حتى الأراضي الزراعية على الأحواط شو قلت لك قلت لك فرق بين الموارد الثلاثة وما ينساق عليها حكمها احتياطا عند المصنف يعني يقول لا كلها حبيبي كلها الثلاثة بالأول هذا موردها قال وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية على الأحواط في الكل قال ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزياد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس سواء كان من النقود أو من غيرها على الأظهار يعني أنت في عندك قوة سوسوقية قوة شرائية يعني أنا لما أجرتك أو استأجرتك على عبادتين بـ 350 دينار يعني هو الرقم ذو الأهمية لا يعني أنت فيك تأجر إياها مثلا على صعيد المثال فيك تأجر إياها أنت مثلا بـ بـ 500 دولار لا شو الرقم الـ 250 و الـ 500 ولا بلعب دور لا قيمتها قال سواء بذات الجنس أجرت إياها بالدينار نفسه أو لا بما يعادله المهم لاحظ الأكثر والمساواة إذا بكت أجر إياها بالأكثر أنت ادفع من كيسك بس تأجر إياها بالأقل من شان تربح هذا بده ما بيجوز إلا بالإحداث هذا بإيش إذا كنت أجيرا بينحك فيك فيك تأجر إياها بالأقل حتى تربح إذا كنت مستأجرا للعين ما بينقال بكت أجر بالأقل بتأجر بالأكثر فبعبارة أوضح هل يجوز للأجير وهل يجوز للمستأجر أن يزيدا فيما يؤجران هذا هو قال لا يجوز أن يربحا أنت حط هيك هل يجوز لهما أن يربحا قل أنت لا يجوز لهما أن يربحا إلا إذا أحدثا صارت واضحة فمستأجر الدار لا يجوز له أن يربح إذا أجرها إلا إذا أحدث والأجير في العبادة لا يجوز له أن يربح إلا إذا أحدث فيها أنا استأجرتك لخدمة قرآن بس ما اشترطت عليك لنفسك ما اشترطت عليك أنت عندك مكتب علي أو لا عليه أنا أفضل أنت ماخذ على لقاء العمل هذا جميل سؤالك لطيف أنت تفرق أحسنت بل نفرق بين أن تكون أنت وكيل في تهيئة العمال والمعلمين ومرة أنت كنت أجيرا رائع سؤالك أفرق مرة أنت عندك مكتب لمعلمين دهان عندك مكتب لتهيئة الأساتذة والمعلمين أنا ما عم بستأجرك أنا عم بقول لك أشبه بالجعالة أشبه بالجعالة أنا عم بأعطيك هذا المبلغ وأعملك استأجر لي من تشاء لتعليم ولدي أو لصبغ الدار وبأي مبلغ بدك ساعت أنت حر هذا المورد الغير اللي عم نذكره سيدنا المورد اللي عم نذكره أن تكون أنت الأجير أنت بكتدهن بنفسك فهذا العمل مش لقاء أن تهيئ هذا العمل لقاء أن تنفذ فإذا أردت أن لا تنفذ وأنت أتي بالبديل حيث لم أشترط عليك جاز بس لا تبخص الناس أشياءهم وضحت تمام وإذا كنت أجيرا وأردت أن تفعل ما تفضلت مثلا من باب المثال بتخلص الأعقد بعدين هو يعطيك من نفسه لك في مقابل ما يرضيك هذا شيء آخر هذا بيجوز مسألة أو عن كفيها ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها إذا تمت المسألة مسألة لا يجوز أن يؤجر بعض بعض أحد هذه الثلاثة شون الثلاثة سفينة وحانوتو ودار لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الثلاثة بل ولا غيرها أيضا على الأحواط لاحظت يا أحمد الغير الاحتياط بيش من الكل بل ولا غيرها أيضا على الأحواط طبعا على الأحواط عم ترجع لي بل ولا غيرها وبالرايح مش عم ترجع أصل مسألها لأنه ما رأت معانا على الأحواط بأكثر من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وأجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم لا يجوز يعني يقول المصنف حفظه الله لا فرق بين الكل والبعض إلا أن يحدث فيها حدثا كالترميم وأما إذا أجره بأقل من العشرة فلا إشكال سواء كان كلا أو بعضا أنت بالأصل بيش لك تأجر أقل نحن منعناك أن تربح مش منعناك أن تخسر من كيسك من جيبك والأقوى الجواز بالعشرة أيضا لاش قال هوني حفظه الله لاش يا أحبة لاش قال والأقوى بالعشرة أيضا يعني بذات القيمة ليه لأنه عن تحكي عن البعض أنت أنت صح استأجرتها بعشرة بس استأجرت الكل وهون عم نحكي عن البعضية فهل يجوز إذا بالعشرة نفسها قال نعم ربح يقول حتى مع كونه واضح يا إختنا يعني هو لما استأجرت الدار كلها بعشرة وكانت أربع غرف الدار نحن إذا بدي أجر الأربع غرف ممنوع يأجرها بأكثر من عشرة مش هيك معفوه بأقل من عشرة حتى يربح بجوز بيأجرها بالعشرة قال نعم أدم استأجرها بس هالمورد هذا شو هو هو لا سكن بعض الغرف وبدي أجر ثلاث الغرف الباقيين هل يجوز له أن يؤجر ثلاث غرف بالعشرة وهو بكون ربحان لا لا الكل بعشرة الكل كنوا بعشرة فهل يجوز أن أنا أبقى بغرفة وأجر البيئي بهالأد بالعشرة نفسها قال بأقل منها بلا شك جائز بأكثر منها خب منعناك إلا أن تحدث طيب بالمساوي قال الأقوى جوازه وضح الترقي شو سبب الترقي بل الأقوى عم يترقى ودائما الترقي أحب بيكون لمورد مختلف فيه أو لمورد خفي خفي غير واضح فيحتاج إلى ترقي يعني وضوحه توضيحه تضح المطلب أنا مضطر أن يكفي هذه المسألة حتى لا تبقى في البال مضطر لأنه حكينا عن الأعيان وعدتكن بالأجير الأجير لهو على المنافع والأعمال بشيك؟ هذه هي مسألته شو هي؟ إذا استؤجر على عمل يعني لعبادة لتعليم لصبغ لحراثة إذا استؤجر على عمل شو صار اسمه؟ أجير إذا أخذت العين مني شو اسمك؟ مستأجر إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة من غير تلفظ بل ولا انصراف بل ولا انصراف شو يعني الانصراف؟ تعرفوا قوة الانصراف قديش؟ يعني مثلا نعم إيه انصراف بالذهن بس مثلا شو يعني عادة الواحد أنا بيستأجر عن المرحومة مثلا إمي على عبادة سنة مثلا إيه بيستأجر بـ 300 دينار فرضا بس أليش عم بعطيك لإلك أنت 750 خل خصوصيتك لخصوصيتك إذا كان هذا الانصراف قابل أو ليش عم بعطيك لأنك طالب علم إذا شكل هذا الانصراف إذا شكل هذا الانصراف وضوحا فيتبع فيتبع جيد يقول أو مثل مثل كيف ينصرف كيف ينصرف؟ أنا بقل لك كيف بأنه في عمل مثلا لا يجوز له إلا أنت هذا الانصراف ليش لا يجوز له إلا أنت؟ مثلا أنا استأجرتك على أن تخدم هذه المرأة وهذه لا يجوز لك أن تكون إلا من أرحامها فأنا استخدمتك أنا استأجرتك لأنك من أرحامها هذا الانصراف واضح واضح كيف المراد؟ إذا الانصراف يكون بها الوضوح بها الوضوح فأنا استخدمتك لقاء خدمة هذا الرحم حيث إنك من الأرحام فلو كنت أجنبيا لم أجاز مع وجود البديل أو على مسجد لتكنيس مسجد وإجارة مسجد خب منصرف لخصوصية ما وهكذا يقول إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها ما فيه انصراف للمباشرة مش مفهوم إنه هذا بشرطك أنت يجوز له أن يستأجر غيره لذلك العمال العبادة اللي ذكرنيها تنظيف المسجد إلى آخره يجوز لك أن تستأجر غيرك أكمل بتلك الأجرة أو بالأكثر منها خب بالأكثر يعني أنت عم تدفع خب جائز المهم مش عم تربح أنا قلت لك حتى لا تشتبه لاش هونيكي قال لا يجوز بالأقل وهوني عم بقول لا يجوز بالأكثر لأن هونيكي يربحك الأقل هوني يربحك الأكثر فقل وضحت كيف مستأجر العين ممنوع شرطنا على أن ما يكون بالأقل لأنه بيخذوا الربح الزئد أو بالأكثر حسب واضح فنحن ليش عم نشتر تهيكي نقول ممنوع أن تربح علي فهل يجوز لك أن تستأجر قاله نعم بالمساوي بلا شك بتلك الأجرة أو بالأكثر ليش بالأكثر لك أنت عم تدفع من كيسك هو بيدفع ولا يجوز بالأقل قيمة ما بيجوز بالأقل لأنه إذا جرت أنت بالأقل بكون أخذت السنة مني أنت بسبعمائة وخمسين دينار وأعطيت إياها بثلاثمائة دينار لأخيك بالأقل منها إلا إذا أتى يعني أنت الأول إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا يعني صليت أسبوع من السنة يا أخي صليت يوم من السنة يا أخي صليت فريضة من السنة ناحي بس مش توضيت لتصلي لها واضح مش تهيأت حتى تصلي لها يعني أنت تهيأت والله يعني أكثر خيرك يعني جبرت خاطرنا إنه والله إيه توضيته وكدت أن تفعل هذا اسمه تصرف لا ما خصوش وإذا قال حفظه الله كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله طبنا وهذا المثال أوضح إذا أنا ذكرت مثال العبادة لأنه مورد وابتلاء لفتة نظر يعني كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله يعني قطه جهزوا هذا اسمه تصرف إيه بلا رايب تصرف بل يمكن أحيانا التفصيل بينعطع لا أجرة كثير مهمة لأنه فيه بديت العمل الصحيح أو الغلاط أو خاط منه شيئا لا هو أصلا كان مفصل بس درزت خياطت منه ولو قليلا ضربتين بالماكينة مثلا فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل بنص درهم وبتربح إدي درهم ونص خلو ذاكا إليك قال حفظه الله أما لو تهيأ وأعدى واستعد أو جهز أو هم واستهم مني حول الألفاظ؟ هو كالتن ما بأدمه ولا بأخره قال في الاكتفاء في جواز الاستئجار بأقل بأيش؟ بشراء الخيوط والإبرة بتهيئة الزاد والعتاد بتهيئة السجاد والوضوء قال بشراء الخيوط والإبرة إشكال ليس فعلا في العمل وليس حدثا فيه حتى يقال تصرفت في العمل فآجرتك إياه بالأقل وصلى الله على رسوله محمد وآله الطاهرين